حضرتك بتسألني قلتني إيه موقفي أنا أو رد فعلي قدام شفاعة المسيح كمؤمن قلنا أول حاجة تعطيني الإطمئنان والسلام أن مكانتي في المسيح وأمام الآب محفوظة 100% لسبب شفاعة المسيح النقطة الثانية أن هذه الشفاعة تشجعني أن أرجع إلى الآب وأتوب وأرجع فيقبلني حسب بناء على شفاعة المسيح الأمر الثالث شفاعة المسيح ليست مبر الاستباحة والخطيئة وده أمر لازم أأكد عليه قبل ما الحلقة تخلص واحد يقول طالما المسيح بيشفع لأجلي الحمد لله فأنا أروح لعمل اللي بدي يا زي ما بيقوله واللي أنا عايزه وخلاص المسيح بيشفع أقول طبعا أمر خطير أن أقول هذا ولا أعتقد أخي نزار أني في مؤمن حقيقي يقول هذه الكلمة واللي بقول هذه الكلمة أنا بعتبره مش مؤمن يعني أنا مرجع كش عايزة أقولها كده يعني نحن الذين موتنا عن الخطيئة كيف نعيشوا بعد فيها لكن الكتاب يقول إن أخطأ أحد عارض وأنا ماشي طالع من عند حضرتك إن ظلقت رجلي وقعت غصب عني إن أخطأ أحد وارد أن أنا أزل أيوة وارد أن أنا أزل لكن ماذا يحدث إن أخطأ أحد أحبائي فلانا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار لكن ماذا لو المؤمن دوت أفترض أنه مؤمن حقيقي استسهل الخطيئة وكرر الخطيئة واستسهل البعد عن الله هناك تأديب وهذا التأديب أحبائي لأن أولاد الله هم اللي بيتأدبه أي ابن لا يؤدبه أبوه فكل من يحب الرب يعمل إيه؟ يؤدبه يؤدبه وقد يصل التأديب إلى درجة الموت كورنسوس الأولى أصحاح 11 بيقول لنا لأنه لو كنا قد حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولأننا رفضنا أن نحكم على أنفسنا ونتوب كمؤمنين عن الخطيئة والضعفات حكم علينا من الرب لكي نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون والكتاب بيحكي عن الطبيعتين في المؤمن بيتكلم عن الإنسان الجسدي بيتكلم عن الإنسان الروحي في الطبيعة مرات بتحاول يعني تطلع الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد فكتير يعني إحنا بقول الكتاب بالروح تميتون أعمال الجسد ففي حرب اللي هي الذات وهي بتضلها للممات لكن المؤمن اللي عاوز أقول أنه بلا عزر لأنه بيأخذ الطبيعة إلهية إلهية صرنا شركاء الطبيعة الإلهية صرنا خليقة جديدة صرنا أبناء وبنات للرب واتقدسنا في المسيح أصبحنا أبرار بر نعم المسيح وهكذا امتيازات ومواصفات اللي تعبير عن القداسة في حياة المؤمن اللي خلاص الطبيعة القديمة صرنا نكره الأشياء اللي بنعملها ونحب البر نحب القداسة نتشبه بيسوع المسيح لكن وإحنا في البرية في ستينز يعني في مرات بتلمس بقعة من هون بقعة من هون وبيقعوا مثل ما ذكرت أنه في تأديب في تأديب لما الإنسان بيتساهل وبيتمادى كمان صحيح فالرب صحيح يصفع زي ما حاجة ذكرت نقطة حلوة أن هناك صراع بين الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد نعم كلاهما يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون ده صحيح لكن مهم جدا فيه دور علي أنا كمؤمن دور اللي علي يقول الكتاب إنما أقول أسلك بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد أنا في علي دور كمان أما الشهوات الشبابية أغرب منها لا ولازم أغذي الروح أنا بغذيها بكلمة الله بالصلاة بالشهادة بالاجتماع مع المؤمنين فأنا أكتر بتقوى خلاص صحيح يعني الطبيعة الروحية بتكبر والطبيعة الجسدية الأديمة بتصير تصغر لأن الروح صحيح إنسان الروح ولسيما أن هذه الطبيعة وهذا الجسد الذي فينا قد حكم عليه في الصليب بالموت إنساننا العطيق قد صلب معه لكي يبطى الجسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة فأنا عندي الإمكانيات أنا عايز أقول وعلى فكرة عاوز بس يعني أنا أنبه للمشاهدين إنه إحنا عملنا حلقة كاملة عن المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي ومؤمن بس فيه مؤمنين بيسلوا كف في الجسد إحنا ما تكلمناش على غير المؤمن يعني مؤمن طبيعي أيوة وهذه الحلقة فيك تفوت على موقع نور لجميع الأمم وتشوف هذه الحلقة بالكامل عن مواصفات المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي وإزاي ننتصر طبعا من خلال عمل الروحي القدس آسف أنا طلعت عن الموضوع بس كان لازم نقطة ضرورية قوي هذا الموضوع نقل للواحد يتساهل في الخطيئة لا رب أعطانا الطبيعة طبيعة البر والقداسة وصرنا خليقة جديدة وإن الله بكمل عمله لأننا نحن عمله التحفي بتاعته عم يشتغل علينا حتى نتكمل ونتشبه بيسوع المسيح موسيقى 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 موسيقى